بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل معا وحدة التقدير وفترات السقة والتي بدأناها بتقدير فترة سقة للمتوسط في حالة معلومية لانحراف المعياري للمجتمع هناخد نسال دلوقتي على الحالة السابقة وهي عينة عشوائية حجمها إن بيساوي 25 أخذت من مجتمع طبيعي انحرافه المعياري سجما بيساوي 4 فأعطت المعدل أو المتوسط X4 بيساوي 60 وجد فترة سقة 99% لوسط أو متوسط المجتمع ميو كما نرى أنه الانحراف المعياري أو سجما أو انحراف المعياري للمجتمع معلومة وبالتالي يمكنني استخدام توزيع زد طالما أن المجتمع طبيعي 1 نائس ألفة بتساوي 99% أي أن الألفة بتساوي 1% 1% على 2 ألفة على 2 بتساوي 5 من ألف قيمة زد بألفة على 2 أو 5 من ألف هتساوي 2.575 أو ممكن أعربها ب2.58 من مية فترة السقة المستخدمة هنا هي عبارة عن X bar نائس X bar زائد ممتاز X bar نائس قيمة زد مضروبة في سجما على جزر N اللي هو الخطأ المعياري أو الانحراف المعياري للX bar 60 نائس 2.575 مضروبة في سجما اللي هي بأربعة على جزر الخمسة وعشرين اللي هي بخمسة أو الحد الأعلى نستخدم علامة الزائد 60 زائد 2.575 في سجما بأربعة على خمسة لاحظ معايا أنه اللي بعد النائس هو هو نفسه اللي بعد الزائد فمرة بطرح ومرة بجمع القيمة هنا 60 نائس 2.6 من مية أو 60 زائد 2.6 من مية حتديني فترة الثقة حدها الأدنى 57.94 حدها الأعلى 62.6 من مية حنشوف مع بعض دلوقتي الحالة الثانية إذا كان تباين المجتمع سجما تربيع أو انحرافه المعياري سجما مجهول ولكن حجم العينة كبير أي أكبر من أو يساوي 30 بنستخدم الفترة في الحالة الأولى مع استخدام قيمة S تربيع تباين العينة بدلا من تباين المجتمع سجما تربيع المجهول أي أن الفترة التي استخدمناها في الحالة الأولى هي التي سنستخدمها في الحالة الثانية مع استبدال سجما بS ويكون شكل الفترة كالتالي X bar X bar مرة نائس مرة زائد كما قلنا زد بألف على اثنين زد ألف على اثنين كان في الحالة الأولى سجما على جزر N في هذه الحالة S على جزر N ناخد مع بعض مثال تسبب المقاعد الخالية لشركات الطيران خسارة لجزء من الدخل بفرض أن إحدى شركات الطيران الكوبرى أرادت تقدير عدد المقاعد الخالية لكل رحلة خلال العام الماضي فقمت باختيار عينة عشوائية من يبقى N بتساوي 225 رحلة طيران وتسجيل عدد المقاعد الخالية في كل رحلة من هذه العينة وكان الوسط الحساب والانحراف المعياري لعدد المقاعد الخالية فين في العينة إذن لانحراف المعياري والوسط في المجتمع مجهول القيم المعطاء X بار متوسط العينة S لانحراف المعياري في العينة بيقول لي قدر اوجد تقدير لمتوسط المقاعد الفارغة أو الخالية للرحلات خلال العام الماضي باستخدام فترة سيقة 95 طالما أن فترة السيقة 95% إذن ألفة بخمسة في المية والألفة بنقسمها على 2 خمسة في المية على 2 بخمسة وعشرين من ألف ونستطيع إيجاد قيمة زد من الجدول المقابلة لمستوى ثقة 95% أو من القيم المحفوظة اللي قلنا عليها المشهورة الثلاث أمام 95% حتكون 1.96 سبار معطاء لإس موجودة حجم العينة كبير لأن نختاره بـ 225 سنستخدم توزيع زد على الرغم من عدم معرفة قيمة سجمة كالعادة زي ما قلنا باخد الإكس بار مرة أزود مرة أناقص إحنا بنكتبها بكذا صيغة ليه عشان أبناء الطلاب إذا شفوها في أي مرجع من المراجع يستطيعوا معرفة أن هذه تمثل صيغة فترة السقة إكس بار زائد أو ناقص قيمة الزد مضروبة في S على جزر N القيمة هتكون المتوسط 11.6 زي ما هي زائد أو ناقص بعد حساب ما بعد الزائد والناقص بيكون 45 من 100 11.6 ناقص يديني الحد الأدنى 11.15 من 100 11.6 زائد 45 من 100 يديني الحد الأعلى 12.5 من 100 أي أن متوسط المقاعد الخالية خلال العام الماضي يقع داخل هذه الفترة وذلك بدرجة ثقة 95%